اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث حول مساق الثقافة الإسلامية كنا قد وقفنا في اللقاء الأخير عند المبحث الثامن وهو بعنوان العقوبات في الإسلام وهذا المبحث من أهم مباحث الكتاب كله المفهوم العقوبة في الشريعة الإسلامية كمعلومات عامة في البداية هي ما شرعها الإسلام من حدود وقصاص وتهزير جزاء على الجرائم المتعلقة بحقوق الله تعالى وحقوق عباده حفاظا عليها من اعتداء العابثين أو انحراف الضالين المضلين الفاسدين المفسدين يعني نفى من هنا أنه العقوبات كما سنعرف إن شاء الله لاحقا العقوبات ثلاثة أنواع كما وضحها العلماء وهي الحدود والقصاص والتعزير هذه هي أنواع العقوبة في الشريعة الإسلامية تهدف العقوبة في الإسلام إلى المحافظة على مقاصد الشريعة وقاصد الشريعة وهي الضروريات كما تحدثنا عنها سابقا وهي المتمثلة في حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال كما تهدف إلى توفير الأمن والأمان والطمأنينة في حياة الناس جميعا حيث ينام الإنسان وهو آمن على ماله ونفسه وعرضه وعلى حرمات دينه ثم بعد ذلك يوضح لنا الكاتب بعد هذه المقدمة البسيطة تعريف العقوبة في الشريعة الإسلامية اصطلاحا فيقول هي الجزاء الذي توقعه الدولة على عصيان أمر الشرع هذه عقوبة يعني إنسان عصى أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هذا ما يسميه العقوبة في الشريعة الإسلامية الجزاء الذي توقعه الدولة الحكومة يعني الحكومة الإسلامية الدولة الإسلامية الخلافة الإسلامية على عصيان أمر الشرع يعني شريعة الإسلامية هذا تعريف وهذه هي يعني معلومات حول العقوبة في الشريعة الإسلامية في الإصطلاح يعني تعريف العقوبة في الإصطلاح طيب تعريف الجريمة في الشريعة الإسلامية أن تفعل شيئا محرما هذه جريمة يعني أن تسرق جريمة أن تزني جريمة أن تقذف جريمة وهكذا هذه فعل فعل يعني أن تفعل شيئا محرما حرمته الشريعة الإسلامية هذا ما يسميه جريم أو تركن يعني أو أن تترك واجبا أو جبته الشريعة الإسلامية يعني أن تترك الصلاة أن تترك الصيام أن تترك الزكاة وهكذا هذه معنى فعل أو تركن فعل لمحرم أو تركن لواجب إفا ماذا الكلام جيد نصة شريعة الإسلامية على تحريمي والعقاب عليه إذن عرفنا تعريف العقوبة في الإسلام اصطلاحا وتعريف الجريمة في الإسلام اصطلاحا طيب ثم يواصل الكاتب الحديث حول هذا الموضوع ويقول لنا وليست الجريمة موجودة في فطرة الإنسان يعني هي الجريمة ليست في فطرة الإنسان ولا هي مكتسبة يكتسبها الإنسان من البيئة التي يعيشها يعيش فيها يعني كما أنها ليست مرضا يصاب به الإنسان طيب إذن ماذا ما معنى ما معنى هذا الكلام وين جاءت الجريمة ما السبب في الجريمة إنما هي مخالفة النظام الذي ينظم أفعال الإنسان يعني أن تخالف الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى هذه هي الجريمة وأن على هذه الجرائم في عقوبات في الدنيا وعقوبات في الآخرة عقوبات الآخرة الله تبارك وتعالى التي يعاقب عليها المجرمين أما عقوبات الدنيا فيقوم بها الحاكم ونائبه يعني الدولة أو الخلافة الإسلامية بإقامة الحدود والحدود الله تبارك وتعالى وتسقط العقوبة في الآخرة إذا أخذ الإنسان عقوبته في الدنيا إذا رضي بالعقوبة تاب توبة نصوحا وهذا معروف في الشريعة الإسلامية الذي يعاقب على جريمة في الدنيا فإنه لا يعاقب عليها مرة ثانية يوم القيامة يعني إنسان زنى وهو محسن وهو متزوج ورجم كما هي قصة ماعز والغامدية وهل سيعاقب مرة ثانية على هذه الجريمة في الآخرة لا لا إذا تاب وأناب ورجع إلى الله تبارك وتعالى قبل أن تقام عليه العقوبة وندم على ما فعل وبعد ذلك أقيمت عليه العقوبة فإنه لا يعاقب مرة ثانية يوم القيامة أو النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ماعز حينما رجم لقد تاب توبة ألو وزعت على أهل الأرض لو وسعته لا يعاقب مرة ثانية فلسفة العقوبة في الإسلام الفلسفة في نظام العقوبات في الشريعة الإسلامية هي إيقاظ الشعور الإيماني في النفوس في نفوس الناس وتذكر العقوبة الإنسان بأنه سيموت في يوم من الأيام أنه سيبعث يوم القيامة ويحاسبه الله تبارك وتعالى على كل صغيرة وكبيرة قد فعلها في الدنيا يعني إذا استيقظ هذا الضمير الديني لدى الإنسان فإنه يبتعد عن الجرائم يبتعد عن المعاصر يبتعد عن المتبقات ويعلم أن الله يرى كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل ما الإحسان كما نعلم جيدا قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك لو أن كل مسلم استشعر هذا الحديث الجزء من الحديث الطويل أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك لصافحتنا الملائكة في الطرقات ولا ابتعدنا عن المعاصي والموبقات هذه الفلسفة العقوبة إيقاظ الشعور الإيماني لدى الإنسان وتذكيره بأنه سيبعث يوم القيامة ويحاسبه الله تبارك وتعالى على كل صغيرة وكبيرة وبعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار فالإنسان إذا سشعر هذا الأمر فإنه سيبتعد عن المعاصي وعن الجرائم وعن الموبقات تأتي بعد ذلك نقطة مهمة ما هي الغاية ربما يأتي السؤال مثلا هذا لو كان في هناك امتحانات وجهة كتابية وكنت دائما أجيب هذا السؤال ما هي الغاية من العقوبة في الإسلام ليش الغاية من العقوبة هناك هناك ثلاث غايات ثلاث غايات الأولى ردع الجريمة ردع الجريمة يعني إذا الإنسان علم أنه إن ارتكب جريمة فإنه سيعاقب عليها سيخاف سيخاف الإنسان وطبيعة الإنسان أنه يخاف والخاف فطرة الله تبارك وتعالى فطرنا عليها إذن حتى لا أعاقب أمتنع عن ارتكاب الجريمة ردع الجريمة ردع المجرم يعني عن ارتكاب الجريمة ولذلك العلماء قالوا قالوا إن العقوبات عبارة عن زواجر وجوابر إيش زواجر يعني إذا الإنسان علم أنه إذا ارتكب جريمة فإنه سيعاقب سينزجر يعني يرتدع يبتعد عن ارتكاب هذه الجريمة لا أريد أن أرتكب هذه الجريمة بدم هناك عقوبة شديدة هذه معنى زواجر طيب جوابر يعني إذا ارتكب الإنسان هذه العقوبة وهذه الجريمة وعوقب عليها فإن العقوبة في الدنيا تجبر عقوبة الآخرة فلا يعاقب عليها كما قلت قبل غاليل فلا يعاقب عليها مرة الثانية يوم القيامة في الحديث عن ماعز طيب إذن هذا الغاية الأولى رضع الجريمة الغاية الثانية حماية مصالح الناس وضروريات حياتهم مصالح الناس وضروريات الحياة كما عرفنا عن إبعاد الأذى عن الناس ومصالح الناس اللي هي الضروريات اللي هي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال التي يجب رعايتها لأنه لا قيامة للحياة بدونها لأنه إذا ذهبت الضروريات لا تقوم الحياة بدون هذه الضروريات إذن كان الاعتداء عليها جرما يستوجب العقاب في الشريعة الإسلامية إذن الغاية الثانية حماية مصالح الناس وضروريات حياته الغاية الثالثة من العقوبة في الشريعة الإسلامية إصلاح المجرم وتقويم إعوجاجه إصلاح المجرم وتقويم إعوجاجه تهدف العقوبة في الشريعة الإسلامية إلى علاج المجرم وإصلاحه فهي من هذه الناحية تعد رحمة للناس مثل الوالد يعني العلماء بشبه ذلك بالوالد الوالد يحب ولده أكثر شيء في الحياة هو ولده لكن في بعض الأحيان الوالد يضرب ولده يعاقب ولده هل يعاقبه لأنه يكرهه أو يبغضه لا يعاقبه من أجل أن يكون فردا صالحا نافعا في هذه الحياة الدنيا لأنه يحبه وهكذا الشريعة الإسلامية تريد من الإنسان أن يكون إنسانا صالحا لا إنسانا مجرما فاسدا في الأرض تقويم إعوجاج مثل كما يقولون الطبيب يعالج مريضه بالدواء الذي يشفيه لا بالدواء الذي يشتهيه وهذا جملة منتازة طبيب يعالج مريضه بالدواء الذي يشفيه لا بالدواء الذي يشتهيه يعني ربما يعطيك الطبيب أو يعطي المريض دواء علقما لكن بأمر الله تعالى فيه الشفاء لا يعطيه دواء حلوان أو عسل إذن الطبيب كما مر لأهمية هذه الجملة الطبيب يعالج مريضه بالدواء الذي يشفيه لا بالدواء الذي يشتهي هذه ثلاث غيات مهمة واحد رضع الجريمة اثنين حماية مصالح الناس وضروريات حياتهم ثلاثة إصلاح المجرم وتقويم إعوجاج بعد ذلك هناك شبهات أعداء الدين من القفار والملحدين والمشككين في الإسلام وهم كثر في هذه الأيام قالوا إنه العقوبة في الشريعة الإسلامية قاسية هاي شبهة تصار حول نظام العقوبة يزعم البعض بأن أحكام الحدود في العقوبات الإسلامية قاسية لا تساير الروح العصر ولا تتفق مع النظرة الجديدة في تحليل نفسية المجرم مثل اليوم جمعيات حقوق الإنسان المنتشرة في طول العالم وعرض ودائما لا ينظرون إلى المجرم وإنما ينظرون إلى العقوبة لماذا تعاقبون فلان طيب قبل ما تتكلم عن ذلك قبل ما يحكي أي إنسان من هؤلاء الناس ويقولون بأن العقوبة في الشريعة الإسلامية قاسية وكبيرة وصعبة للغاية انظر كما قال العلماء حينما نرد عليهم كما سنرد بعد بماذا رد العلماء على هذه الشبهات وأن العقوبة قاسية في أربع نقاط النقطة الأولى قالوا إن عنصر القسوة يمثل الركن الأساسي لمعنى العقوبة أصلا لو فقدت القسوة في العقوبة لا تسمى عقوبة وأن الذي يحدد قسوة العقوبة أن الذي يحدد قسوة العقوبة ماذا هي فضاعة الجريمة قبل ما تقول بأن العقوبة قاسية انظر إلى فضاعة الجريمة إذا عرفت فضاعة الجريمة كانت العقوبة بسيطة بل ربما تقول لي نقطح إربا إربا يعني خذ مثال أن إنسانا مثلا قتل إنسانا متعمدا قتله ودفله وقطعه مثلا قبل وعدا دفله وضبط المجرم واعترف ماذا سنفعل به هل يعني سنعطيه باقة من الورد ونقول بارك الله فيك شكرا جزيلا طبط بعد ظهر ونقول روح لابد أن تكون العقوبة قاسية لابد أن يقتل حتى يردع حتى يكون قتله رادعا لغيره إذن لا تنظر إلى قساوة العقوبة هذا كلام مهم للغاية ولكن ننظر إلى فضاعة الجريمة فإذا عرفت فضاعة الجريمة قلت لي قطح إربا إربا إذن لا بد تكون قاسية وخاصة إذا كانت الجريمة يعني فضيعة النقطة الثانية إن ادعاء القسوة والشدة في شريعة الإسلامية كما يقول العلماء مظهر من مظهر السطحية في فهمها فهي يسمى عند العلماء أسلوب تربوي يعني الشريعة الإسلامية تقول لك إن قتلت فإنك ستقتل الشريعة لا تقول لك أقتل لكن تحذره مثل الوالد يقول لك إياك أن تتأخر بعد العشاء أنا سأغلق الباب في البرد الشديد أنت تصلي العشاء وتأتي مسرع لا تذب إلى أصحابك وتنكث ساعتين وثلاثة لأن الوالد قال لك بأنني سأغلق الباب بعد العشاء بعد صلاة العشاء هل عاقبك لا لم يعاقبك إنما يربيك بحذرك تحذير ألا تتأخر وهكذا هذا يعتبر أسلوب تربوي تلاتة الإسلام لا يقرر العقوبات جزافا ولا ينفذها كذلك بلا حساب بل ينظر الإسلام إلى الواقع الذي يعيشه المسلم وهذا الأمر يعني كما حصل في عام الرمادة في عهد عمر بن الخطاب حينما لم تسقط الأمطار وحدثت هناك مجاعة فصار الناس بعض الناس يعني يسرق من أجل أن يأكل لا من أجل أن يصبح غنيا فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه علق عقوبة السرق علقها لفترة معينة إلى أن جاء المطر بعد ذلك ورجعت الحدود كما كانت إذن الإسلام ينظر إلى الواقع إلى الواقع الذي يعيشه الإنسان كذلك ينظر الإنسان إلى خصف جريمة الزنا شدد الإسلام تشهيدا فضيعا أنه لا تثبت جريمة الزنا إلا أربعة شهود عدول ثقات ومن أين تأتي بالأربعة شهود وهذا أمر صعب وصعب لا الغاية أربعة إن الذين يخافون من تطبيق العقوبات في الشريعة الإسلامية ويستفضعونها ويرون فيها إهدارا لكيان الفرد والستهتار بشأنه يتصورون خطأا أن هذه العقوبات كعقوباتهم المدنية ناس تطبق في كل يوم لا ربما لا تطبق العقوبات على الإطلاق للسنين والسبب في ذلك يعني وسائل الإثبات وخاصة مثل قضية إثبات جريمة الزنا صعب أن تأتي بأربعة شهود ثقات عدول في آن واحد هذا يعني باختصار باختصار شديد الرد على الشبهة التي تقول بأنه الشريعة الإسلامية العقوبة فيها قاسية أي أربع نقاط ترجع على الكتاب وقرأه مرة وتنتهم ثلاثة يرسخ في الذين آخر نقطة في هذه المحاضرة ألا وهي ما هي مزايا العقوبة في الشريعة الإسلامية وهذا كلام مهم ومهم للغاية ما هي المزايا التي تتميز بها العقوبة في الشريعة الإسلامية وتجعلها تختلف عن العقوبة في القوانين الوضعية هناك فرق شاسع بين العقوبات في الشريعة الإسلامية والعقوبات في القوانين الوضعية التي يضعها الناس فهناك عدة مزايا أولا على الجميع يفهم هذا الكلام يحفظوا جيدا العقوبة في الإسلام لا تصيب إلا من ارتكب الجريمة الذي يعاقب هو الذي ارتكب الجريمة فقط لا أنظر إلى أبيه ولا إلى أمه ولا إلى ابنه ولا إلى بنته ولا إلى أعمامه ولا إلى قاربه ها الذي يعاقب فقط هو مرتكب الجريمة ولذلك الله تبارك وتعالى قال ولا تزر وزرة وزر أخرى يعني لا يحمل أحد وزر أحد الذي يعاقب هو المجرم فقط لا غير ليس كما يحدث اليوم من الأخذ بالصأر وأذهب وأقتل مثلا بين علتين مثلا حالة قتل فيأتي الذين قتل منهم بعد عشر سين ويقتلون أي إنسان من العائلة الثانية وربما لا يعرفه لم يكن يعرفه قريبه أو من هو في العائلة خاصة ذكات العائلة كبيرة ولماذا يقتل هذا وهو لا يعرف أصلا القاتل الأول إذن الذي يقتل فقط هو الجاني ولا تزر وزرة وزر أخرى الميزة الثانية العقوبة في الإسلام تطبق على الجميع بدون استثناء أو تفريق بين حاكم أو محكوم ليتنا نصل إلى هذه الدرجة هذا الكلام المهم في حياتنا اليوم أو غني أو فقير أو رجل أو امرأة وأكبر دليل على ذلك شفاعة أسامة بن زيد في المرأة المخزومية التي سرقت فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدا فيش محباء فيش خيار وفقوس كما يقولون اليوم الأصل أن تطبق العقوبة على الجميع مش هذا ابن وزير وهذا ابن خفير وهذا ابن مسؤول وهذا ضعيف قام العقوبات على الضعفاء والمسكين ويترك غيرهم من المسؤولين هذا ليس من الشريعة في شيء يجب أن تطبق العقوبة في الشريعة الإسلامية على الجميع بدون استثناء سواء حاكم أو محكوم كما وضح العلماء أو غني أو فقي أو رجل أو امرأة وأكرر حديث النبي صلى الله سلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ولو كانت بنت النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة العقوبة في الإسلام ذات أساس ثابت وهو الشرع يعني الشريعة الإسلامية أما العقوبة في القوانين الوضعية فأساسها ليس ثابتا فإنها تتغير بالسمرار حسب حال الناس وحسب ظروفهم لأنها من تطبيق من الذي وضعها الذي وضعها هو الإنسان ليست من عند الله تبارك وتعالى نسبة القوانين الوضعية أربعة العقوبة في الإسلام محددة لا تزيد ولا تنقص باستثناء جرائم التأذير كما سنعرف إن شاء الله فيما بعد التي يترك أمر تقديرها إلى القاضي أو الحاكم المسلم أما الحدود والقصاص لا يوجد فيها لا زيادة ولا نقص يعني الزاني الغير محصن يعني العزابي حينما يزني فإنه يجلد مئة جلدة لا نجلد لا مية وخمسة ولا خمسة وتسعين وهكذا القاذف الذي يقذف الآخرين ويتهمهم بالزنا بدون دليل أقوبت تمانين جلدة لا تسعين ولا سبعين وهكذا هذه لا دلة محددة لا فيها زيادة ولا نقصان إلا جرائم التعزير سنعرفها فيما بعد لأن الذي يحددها هو الحاكم المسلم هو الحاكم المسلم أخيرا آخر ميزة من مزايا العقوبة في الشريعة الإسلامية أن العقوبة في الإسلام مجالها الدنيا والآخرة على حد سواء يعني واحد مثلا سرق ملايين الدولارات وهرب إلى دولة أخرى ولم يضبط ولم تطبق عليه عقوبة السرقة مثلا أمات بعد عشرين ثلاثين سنة فإنه سيعاقب عليها في الآخرة يوم القيام وهكذا يعني العقوبة في الإسلام مجالها في الدنيا وفي الآخرة الدنيا وفي الآخرة إلا إذا الله تبارك وتعالى عفى عنه لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويرد الله الله عز وجل بيرد اللي سرق منه المال يوم القيام وكذلك في القتل وكذلك في الزنا وكذلك في الجرائم المختلفة الذي نريد أن العقوبة في الإسلام مجالها في الدنيا وفي الآخرة الذي لا يعاقب في الدنيا تنتظروه العقوبة في الآخرة إلا إذا ربنا سبحانه وتعالى عفى عنه ودأى ولم يعاقبه خاصة إلا لم تكن الجريم الشرك بالله تبارك وتعالى أما العقوبة في القوانين الوضعية فمجالها الدنيا فقط لأن الذي يعاقب في القوانين الوضعية هم الناس والإنسان لا يعاقب في الآخرة الذي يعاقب في الآخرة هو الله تبارك وتعالى إذن هذه خمس مزايا مهمة جدا للعقوبة في الإسلام نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى ونكمل في المحاضرة القادمة مع أنواع العقوبة في الإسلام سنتحدث عن الحدود وعن القصاص وعن التعزير وهذا موضوع يعني يحتاج إلى وقت طويل وطويل أكتفي بهذا القدر